طبعا احنا قلنا كما ذكرنا في المرة السابقة ان احنا يمكن يمكن استخدام طريق التحليل المتجهات في جامع متجهين ايه وبيك زي الشكل ده ادي متجه ايه او متجه بي ثم المحصلة المتجه ار طبعا هنا انا عندي اكس واي وطبعا للعلم احنا عندنا نقطة النقطة دي ليس لها بعد يبا لما يكون انا عندي نقطة يبا ليس لها بعد دي نقطة ليس لها بعد لكن لما اخد نقطة ونقيم بيهم اجموعة نقاط كده وبعمل محور اسم مسلا اكس في اتجاه لم يكن محور افقي يبقى اكس او في اتجاه واي يبقى ده اسم بعد بعدين مع بعض اسم مستوى يبقى اكس واي يبقى انا عندي متجه في مستوين في مستوى واحد فقط لكن لما يكون في بعد ثالث حج أو السلاسي لألا بعد أنا عندي المتجه A هنا مكتوبه A بسوي AX زائد I زائد AY زائد J وقلنا AX مركبة AX هي مركبة المتجه A في اتجاه X مقداره و AY مقدار المتجه في اتجاه Y والI هي عبارة عن المتجه الوحدة في اتجاه X والJ ومتجه الوحدة في اتجاه Y ومدام المتجد بتاعنا في X و Y فقط يبقى لازم أكتبه أمثله تمثيل رياضي في X و Y فقط طيب احنا عندينا B نفس الكلام بيساوي B X I زائد B Y J لما اجمعهم مع بعض اجمعهم جمعات R بيساوي A بلاس B ذكرنا فيما سبق ان احنا ناخد مركبات اللي في اتجاه مع بعضيها والمركبات الاخرى اللي في اتجاه الاخر مع بعضي مثلا I مشترك وناخد A X وال B X نجمعهم مع بعض ما ينفعش ناخد A X وال B Y لا A X مع B X لان A X هي مقدار المتجه في اتجاه X و B X مقدار المتجه برضو في اتجاه X وناخد برضو A Y وال B Y اهي طبعا A X ده مقدير اعداد ممكن نقول X زائد B X تديني تدين مقدار جديد ايه مثلا R X لو ما سألنا احنا احنا ده مكتوب R يبقى ممكن نقول والله في هذه الحالة R تكتب بهذه الطريق هذا المتجه المحصل A X زائد B X يديني R X في A يبقى ده مركبة المتجه المحصل في اتجاه X plus A Y B Y ده عبارة عن R Y القيمة الحقيقية للمتجه R في اتجاه Y مضروف في الجه هل عندي لنا ضرب المتجهات ازاي نضرب المتجهين يوجد نعيمة الضرب طبعا ضرب مهم جدا ضرب المتجهات اولا في ضرب قياسي لان حاصل ضرب المتجهين يؤتي كمية قياسية ليس منه ضرب قياسي عشان نحن لو ضربنا اي متجهين ايه مثلا ما ضربه في B يديني كمية قياسية زي مثلا حاصل ضرب المتجه القوة في متجه الازاحة قوة في ازاحة معروف الشغل وهو كمية قياسية ينتج عنه كمية قياسية نوع الثاني من ضرب اتجاه حاصل ضرب المتجهين بينتج عنه متجه ثالث هذا المتجه الثالث اتجاهه عمودي على المستوى مدام فيه متجهين يبقى ده مستوى نقطة ليس لها بعد مجموعة نقاط زي ما قلنا تمثل بعد بعدين مع بعض مستوى يبقى الايه الايه مثلا ده عبارة عن او ده عبارة عن متجه في اتجاه X ال B متجه في اتجاه Y مثلا ضربهم مع بعض يديني متجه ثالث مثلا C عمودي على المستوى ده كله ده اسمه مستوى المستوى الذي يحوي المتجهين الاخرين مستوى متجه سرعة جسم مشحون في متجه المجال المغناطسي بينتج عن ايه بينتج عنه منتجه قوة مغناطسية ده عبارة عن نوعين من الضرب المتجه ضرب قياسي وضرب متجه ضرب قياسي ينتج عنه كمية قياسية والضرب الاتجاه ينتج عنه كمية ايه متجه الضرب القياسي يعرف الضرب القياسي سكيلا برودكت بالضرب النقطي. لان€& gorilla. وتكون نتيجة ضربية قياسة لمتجاهين أجلكمية. عارف؟ نقلك كده. وتكون هذي القيمة موجبة ازا كانت الزاوية معصورة بين المتجاهين. سفر وتسعين درجة. وتكون نتيجة سالبة ازا كانت الزاوية معصورة بين المتجاهين. تسعين ومئة وتعملين درجة. واتساوي سفر ازا كانت زاوية سالبا. لان ايه بقى؟ لان ال اه دوت بي شو كت� بنها هزاي? الاه. دوت بي. يبقى. لما يجي نحن درب القياسي يبقى لازم نكتبه ايه نقطة بي يبقى ده درب قياسي درب نقضي الدرب النقضي ده موجب لما تكون الزاوية بين المتجهين مالها يا اما اكبر من تسعين الزاوية دي يا اما اقل يعني اقل من او تساوي زيرو يبقى ده قيمة موجب قيمة ايه موجب وتكون قيمة سالبة معلاش دي سالب لما تكون الزاوية اكبر من زيرو واقل من او تساوي مية وتمانين وتساوي سفر امتى لما تكون الزاوية كام لما تكون الزاوية تسعين تسعين درجة دي تسعين درجة ليه احنا عرف ليه لان الضرب القياسي يعرف الضرب بقياس المتجهين بحاس الدرب بمقدار المتجه الاول في مقدار المتجه الثاني في جيب تمام الزوية بينهم اه عشان عرفت بقى كده القانون ده حيفسرنا ليه ايه ضد بي تساوي مقدار المتجه الاول اللي هو الايه في مقدار المتجه الثاني اللي هو البي في كوزين سير شوف المقدار دايما اعمله كده كوزين بهذا الشكل يبدا قيمة المطلقة يبقى حاصل ضربه كده عشان كده احنا قلنا من سفر الى تسعين الزاوية سيتا في هذه الحالة يديني ايه يديني قيمة موجبة الدرب القياسي موجب لان كوزين سفر بكم كوزين سفر بواحد وكوزين تسعين كوزين تسعين بسفر تمام يبقى كل قيمة موجبة من سفر الى واحد طب لما تكون السيتا من تسعين لغاية مية وتمانين دا خيمة سالبة لان دا دا لو لو احنا عشان ما ننساش ادي منحنا الصين هو دا صين سيتا مع مين مع السيتا سفر لما تكون بايع اتنينة بتسعين بكم بموجبة بواحد وهكذا لو بالكوزين الكوزين هو دا كوزين سيتا مع السيتا سيتا بسفر يبقى كوزين بموجبة بواحد سيتا بتسعين يبقى كوزين بسفر سيتا سيتا بتراتة بايع اتنين بسالبة واحد وهكذا لما يبقى اذا لما يكون سيتا بتسعين الدرب القياسي الى دوت بي بساو كام بساو زيرو بساو كام بساو سفر طبعا هنا يمكن تمثيل الدرب القياسي يمكن ايجاد الدرب القياسي المتجهين باستخدام مركبات كل المتجه كما يلي انا عندي ادي مركبات المتجه بتاعتي مركبات المتجه ادي متجه ايه عمسله رياضيا ازاي هو متجه في تات ابعاد الاكس والواي والزت اي اكس اي زائد اي واي جي زائد اي زت كي متجه بي بي اكس اي بي جي بي واي جي بي زت كي يبقى احنا كده مسلنا المتجهين ازاي نضربهم ضرب قياسي ايه توت بي دولا مضربين ضرب قياسي ازاي هنا هنا في قوس اهو يبقى هنا في نقطة اه دوت ازاي نضربهم ضرب القياسي اهو ضرب القياسي بدانا قيمة دي ليه بقى لان الضرب القياسي نرجع له تاني ليه بدانا كده لان الاي اي دوت اي احنا ضربنا ايه ده في ده الاي دوت اي بكم بواحد يبقى الاي اكس اي ضرب بي اكس اي تديني اي اكس بي اكس اي جي دوت جي بكم برضو بواحد اهي يبقى الباقي معانا ايه اي اكس اي واي بي واي اهي دبو دي كي دوت كي بكم بواحد يبقى معي بمين معي اي زد بي زد دبو العكس اي اكس اي ضرب بي واي جي الاي دوت جي بسفر يبقى ممكن اخده على جنب كده عشان ما ننسى همش بقى مهم جدا نعرف الاي دوت اي واحد والجي دوت جي بواحد الكي دوت كي بواحد لكن غير كده اي دوت جي تساوي جي دوت كي تساوي كي دوت اي كله ده بيساوي كام بيساوي سفر يبقى لما لاي نضرب احنا ده مضروف ده يديني القيمة الجديدة الي ده اي اكس ده عبارة كل خيمة قياسية لان كل هذي مقادير قياسية دي كلها مقادير اي والبي دي كلها مقادير الازت والبزت دي يبقى اذا حصل ضرب القياسي للمتجهين دولة يديني كمية قياسية يديني كمية اي اي اية قياسية。 وده اللي قلنا عليها بكده ان حاصل ضرب حاصل ضرب القياسي لأي متجهين أين كانوا A dot B B dot C D dot E تمام متجهين يديني كمية قياسي نكامل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله